بعد أن تعرضنا بالشرح للوحدة الأولى أو الفصل الأول بعنوان ما التربية ثم مررنا إلى الوحدة الثانية أو الفصل الثاني بعنوان خصائص العملية التربوية ووظائف التربية والمقصود بالعلوم التربوية نمر الآن مباشرة إلى الوحدة الثالثة أو الفصل الثالث من مقرر مقدمة إلى التربية وهذه الوحدة بعنوان الأصول التربوية في هدف هذه الوحدة سنتعرض كما هو معلن على الشاشة إلى هذه العناصر الأساسية سنحاول أولا تحديد المقصود بالأصول التربوية يعني ماذا تعني عبارة الأصول التربوية بعد ذلك سنحاول أن نتعرف أهمية دراسة الأصول التربوية بالنسبة للطالب المستجد ثم بعد ذلك سنمر إلى العنصر الثالث وهو محاولة التعرف على بعض أنواع هذه الأصول التربوية وتحديدا هنا لدينا أربع أنواع من هذه الوصول هي التاريخية والفكرية والاجتماعية والثقافية نبدأ إذن بهذا العنصر الأول لتحقيق الهدف الأول فما المقصود بالأصول التربوية؟ لنتخيل أن هذا العنوان هو سؤال في الاختبار مثلا ما المقصود بالأصول التربوية؟ في الواقع الإجابة واضحة الأصول التربوية هي كل ما تعتمده أو ما تعتمد عليه التربية من مبادئ وأسس وقواعد ومنطلقات ومفاهيم ومسلمات وفرضيات مختلفة تقوم في مجموعها بتوجيه العملية التربوية وتحرس على حسن تطبيقها وتعمل على استمرارها وتطورها لنتوقف قليلا عند هذا التعريف الذي أورده الدكتور صالح بن علي أبو عراد في كتابه بجديات التربوية؟ طيب ماذا يقصد بكل ذلك؟ الأصول التربوية يعني تحمل عبارة الأصول لفندمون الأصول الأصول هي يعني يمكن أن نقول هي الركائز الأولية مثل ما نجد للبناية أعمدة ترتفع عليها هذه البناية مثل ما نجد في التربية إذن أصول تربوية ترفع العملية التربوية كل نظرية تربوية وكل عملية تربوية وكل نظام تربوي في العالم لابد له من مبادى ينطلق منها من أسس من قواعد تكون عبارة عن منطلقات الدكتور صالح يقول أنها مسلمات في ذلك النظام المسلمات هي عبارة عن الأفكار التي لا تحتاج إلى البرهنة فنسلم بها ونقبلها جدلا على أنها سليمة الفرضيات هي أيضا الفكرة التي نسلم بها مؤقتا بأنها سليمة في انتظار فحصها وتقييمها وربما التنازل عنها أو الإبقى عليه إذن العملية التربوية باختصار شديد تقوم على مجنوعة من الأسس التي تبنى عليها هذه الأسس هي أصول التربية وسنتعرف عليها بأكثر عمق وبأكثر تفصيل فيما سيأتي في هذه الوحدة أو هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر